موسيقى أسعد الأمساكم بكل خير وهنا بكم لهذا العرض الإخباري المباشر وكما عودناكم البداية بأبرز العنوي موسيقى بجونيف يتواصل التنديد بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف البوليساريو في حق ساكنات مخيمات دوف موسيقى ومنجليمي موزير الصحة والحماية الاجتماعية يعطي انطلاقة خدمات قفلة طبية متعددة تخصصات موسيقى وأيضا انطلاق فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الداخل السينمائي الدولي موسيقى وفي النشرة أيضا نرصد من العيون لفعاليات الملتقى الأول للمسرح المدرسي موسيقى أهلا بكم جديد بنيويورك جددت كل من غنيابيسا وجزر القمر والقابون وانتيكوا وبيربودا وكومنوولت دومينيكا والبنين تأكيد أمام عضاء لجنة الأمم المتحدة الرابعة والعشرين دعمهم للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره أساسا واقعيا وذي مصداقية وجدا كحل لتسوية النزاع الإقليمي حول السحراء في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة واضفت هذه الدول أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل حلا هما يتماشى مع ميثاق وقرارات منظمة الأمم المتحدة وتؤكد على الوحدة الترابية للمملكة المغربية يتواصل داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان بجونيف الكشف عن مسؤولية الجزائر الكاملة عن الانتهاكات المتواصلة والخطيرة التي يرتكبها انفصالي البوليساريو في حق سكان تندوف ولسيما سوء المعاملة وغيرها من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والنساء في هذه المخيمات تقرير عياد سرتي في معرض تدخله خلال حوار مع مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي في إطار الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجونيف شدد المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان والمعتقل السابق في سجون البوليساريو الفاد البريكة على المسؤولية الكاملة للجزائر عن الانتهاكات الجسيمة وعمليات الخطف وممارسات التعذيب التي تنفذها ميليشيات البوليساريو المسلحة ضد المعارضين والأصوات المنتقدة لقيادة الانفصاليين في مخيمات تندوف تواجدني اليوم في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجونيف في إطار اللقاءات المتواصلة مع فريق العمل الخاص بالاحتجاز التعسفي وذلك من أجل العمل على تنزيل مخرجات القرارة 027-2020 الخاصة بحالتي والذي أثبت المسؤوليات القانونية والأخلاقية للجزائر عن كل الانتهاكات التي لحقت بي بمخيمات تندوف جروب سرق الجزائر وتم وضع كذلك شكاية جديدة لدى فريق العمل الخاص بالاحتجاز التعسفي ونتمنى أن تجد نفس التفاعل الذي وجدته سابقتها من أجل محاسبة الجلادين وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب وكذلك تواجدنا اليوم بمجلس حقوق الإنسان في هذه الدورة الخمسين هو تواجد حقوقي بامتياز يعني بعيد من كل ما هو سياسي من أجل إيصال أصوات ومعاناة آلاف الضحايا الذين عانوا من المأساة والتعذيب بسجون البوليزاريو والذين أحرمتهم البوليزاريو ولنعمتها الدولة الجزائرية من إيصال أصواتهم إلى من يعنيها الأمر جاءت مشاركة اليوم بمجلس حقوق الإنسان التابع الممتحدة بجونيف كمجتمع مدني وكفاعلون حقوقيون قادمون من الأقاليم الجنوبية لإطلاع المجلس على أوضاع الكارثية التي تقوم خيمات تندوف من طرف جبهة البوليزاريو وكذلك من طرف دولة الجزائر التي تحمل على عاتقها تلك الانتهاكات الجسيمة وقد بدأ المجلس فاعلا كبيرا مع تلك الشكايات التي طرحت من طرف بعض المرتقلين السابقين هنا مجددا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومحبي السلام مدعوون إلى التدخل لوضع حد للانتهاكات والممارسات اللا إنسانية التي ترتكب في حق الساكن المحتجزة في صحراء تندوف مع التأكيد على المسؤولي الكامل للدولة المضيفة الجزائر ودعوتها لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وصف وزير الداخل الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا في تصريحات صحفية اليوم المغربة بالجار الاستراتيجي والموثوقي به ونتقسم معه مصالح مشتركة وكذا البعد الشامي للتعاون بين البلدين وفي هذا السياق سجل الوزير الإسباني أن العلاقات مع المغرب مهمة وشاملة كونها تشمل مجالات مختلفة من قبل الأمن والاقتصاد والثقافة وأكد أن التعاون الحالي بين البلدين يبعث على الرضا التهم مسجلا أن تنظيم عملية مرحبة تشكل دليلا جيدا على هذا التنسيق الفعال بين البلدين وفي هذا الصدد رحب سيد مارلاسكا بنتائج اجتماع العمل الذي عقده يوم الأربعة الماضي بمدريد مع نظيره المغربية السيد عبد الوافي الفتيت في موضعنا خروة في مسجدات الحالة الوبائية أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم عن تسجيل 1734 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقابل تعافي 833 شخصا خلال 24 ساعة الماضية في حين تم تسجيل 6 حالات خطرة خلال 24 ساعة الأخيرة يبلغ مجموعة هذه الحالات 51 حالة بينما بلغ معدل ملء السرة لنعاشة المخصصة لكوفيد-19 واحد في المئة صحيا دائما أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بقليميم انطلقت خدمات القافلة متعددة تخصصات التي تنظمها المدير الجهوية للصحة وولاية جهة قليميم ودنون والجمعية المغربية الطبية للتضامن بدعم من وكالة الجنوب قافلة تتواصل خدمتها الطبية لأربعة أيام حيث ينتظر أن يستفيد منها ثمانية ألاف من ساكنته الإقليم المسؤول الحكومي الذي كان مرفوقا بوالي جهة قليميم ودنون تفقد بالمناسبة مجموعة من الأوراش الصحية بالإقليم في البتابعة حفظ محضار وجمال الخصاصي قافلة طبية موسعة متعددة تخصصات يعطي وزير الصحة والحماية الاجتماعية انطلاقة خدماتها بقليميم في إطار تقريب الخدمات الصحية النوعية من ساكنة الإقليم خدمات توزعت ما بين المركز الاستشفاء الجهوي بحاضرة الإقليم وكذا المستشفى الإقليمي لبوزاكرنا حيث ينتظر أن يستفيد قرابة ثمانية ألاف من الساكنة من مجموعة من التخصصات المتاحة تجهيزات بيوطيبية ولوجيستية هامة من بينها وحدات متنقلة للجراحة تتيحها هذه القافلة وزارة الصحة قد دعم هذه المبادرة لأن اليوم إذا ندر هذه القافلة هي دخلة في سياسة القرب التي يوصيها صاحب جلال الله ينسرو وهذه السياسة القربية التي ستجعلنا على أقرب الحركية التي نعرفها بهذا النمط العمل التي ستجاوزها الندرة التي نعيشها هذه الموارد البشرية لا يوجد نشيح الآخر لا يمكننا أن نكذبها على رأسنا عندما كان سياسات الدولة تقوم بواحد سياسات باش تجاوز النقص ولكن في الراهينية اليوم خاصنا ولا بدا نديروا واحد الحركية برنامج طيب جهوي فيه واحد النمط متحرك فيه نمط ثابت والنمط متحرك يعتمد على هذه القوافل الطبية وكالة من الأقليم جنوبية ساهمت في هذه القافلة بجهيز فضاءة استقبال وفحوصات بالنسبة للمستفيدين على مستوى الموقعين بوزاكر وغرميم كذلك تخير واحدة طبية متنقلة أربع واحدة طبية ثلاثة خاصة بجراحة العيون ووحدة خاصة بالجراحة العامة كذلك استخدام طباء متخصصين مشاركة مع جمعين المغربية الطبية لتضامون تخصصات اللي احنا بصددها هي تخصصات العيون المياه البيضاء كطغاكت وكذلك الجراحة العامة و جراحة المسالك البولية بالإضافة لتخصصات طبية ما فيها أمراض الغدد والسكري أمراض القلب أمراض الحنجرة والأنف الروماتيزم أمراض الجلد المسؤول الحكومي تفقد خلال هذه الزيارة الميدانية المركز الصحي الحضري ببوزا كارنا حيث أعطيت الانطلاق الفعلية للعمل بالنظام المعلومات المندمج بهذا المركز ورش المركز الاستشفاء الجهوي بيكليميم توقف الجمع على تقدم أشغاله التي قربت السبعين بالمئة بنية استشفائية تغطي مساحة أربعة عشر هكتارنا بثاقة سريرية محددة في مائتين وخمسين سريرنا تفاعل تدخلات النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية هذا المستشفى الجهوي بطبيعة الحالة تعلمون الآن على أن المخطط يدخلوا ضمن المخطط التنموي الجديد وضمن تنزيل الجهوية الموسعة وبالتالي يدخلوا ضمن الأوراش الكبرى لا شك أن الجميع يدرك على أن هذا المستشفى إن شاء الله عندما تنتهي الأشغال به سيحل مجموعة من الإشكاليات التي تعاني للظل يعاني منها القطع الصحي بجهة إقليم بجهة قليميم وادنون لذلك الأشغال الآن تجاوزت نسبة 70% تأتي هذه المبادرة لتنزيل ورش الصحة لنموذج تنموي الجديد في إطار تحسين خدمات الصحية وتعزيز العرض الصحي لإجهة قليم وادنون زيارة ميدانية إذن للوقوف على منجزات القطاع الصحي بالإقليم ورصد باقي الانتظارات والتحديات القائمة وبحث سبول تعزيز العرض الصحي بالمنطقة وزير الصحة والحماية الاجتماعية أعطى الانطلاقة على همش أنشطته بجليميم للعمل بالنظام المعلوماتي المندمج بالمركز الصحي الحضري بمدينة بوزا كارن المسؤول الحكومي يستعرض في تصريح تالي أهمية توظيف هذا النظام المعلوماتي هذا الزيارة اللي ندخل في التوجهة دي صاحب جلال لينثرو اللي كي حتى على السياسات القرب وسياسات القرب كتبغي أولا نهتاني بالمراكز الرعاية الأولية واللي هما المراكز الصحية اللي هنأول بوابة اللي كتدخل لقاطع دي الصحة واللي كندعموها اليوم بواحد النظام المعلوماتي كيف شفتو أنه في يعني في داكلا ديموستراسون در النبي بأن النظام المعلوماتي اللي غادي عم هاد الجهة هدي وغيخلي المريض المستفيد في هاد الجهة هدي كي يستفد مواحد ميلف طبي رقمي اللي فيه جميع المعلومات وجميع المعطاية لا سواء الإدارية ولا الصحية اللي ممكن ليه تخول ليه أن يستفد من جميع الخدمات في ما مشاف الجهة كاملة حتى المستوى الوطني كين تبادل معلومات وتبادل يعني معلومات الطبية والمعلومات الإدارية واللي غا تسهل عليها الأمور ثانيا أنه بالخدمة في السياسة القرب كان نحيد عليه لعناء ديال التنقل فكان قربوا للخدمة في هذا المجال الذي بغينا اليوم بما أننا ندرد المواد البشرية بغينا الطبيب يمشي عند المريض ماشي المريض اللي يجي عند الطبيب نرحل جنوبا إلى الدخل حيث عقد المجلس الإداري للوكالة الحضرية للدخل ودي الذهب دورته الثانية عشر اليوم التي خصصت لتقييم إنجازات المؤسسة برسم سنوات 2019-2020 و2021 وكذا المصادقة على برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة تفاصيل رفقة بكر ديمي ومحمد يدهس خلال هذه الدورة تمت المصادقة على التقرير الأدبي والمالي للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لوادي الذهب الدخل برسم سنوات 2019-2020-2021 وتميزت أشغال هذه الدورة بعرض لمدير الوكالة الحضرية الدخل ودي الذهب حول حصيلة عمل الوكالة خلال سنوات الثلاث الماضية وبرنامج عمل الفترة ما بين 2022-2024 من طبيعة الحال هذا المجلس الإداري هو فرصة للسداء أعضاء المجلس أنهم يوقفوا على الإنجازات التي تم تحقيقها هذه السنوات هذه بنسبة من طرف الوكال الحضرية وفي نفس الوقت يعني حصر برامج العمل المستقبلية ديالها هذا الاجتماع يعني تخلله واحد نقاش بالنع من طرف السداء أعضاء المجلس وفي نفس الوقت يعني كان فيه تقرير حول جميع المنجزات اللي تم يعني تحقيقها على المستوى ديال الوكال الحضرية وفي نفس الوقت برامج المستقبلية ديالها إن شاء الله إن شاء الله سنوات 22-23 و2024 وفي نفس الوقت تمت المصدقة على واحدة المجموعة ديال التوصيات اللي تمت المصدقة على الإجمع من طرف السداء أعضاء المجلس الإداري خلال هذه الدورة تم التأكيد على المكان الاستراتيجي لقطاعي التعمير ضمن أولويات السياسات العمومية بالنظر إلى قدرته على الإسهام في محاربة التفاوتات المجالية وعقلنة وتوجيه التدخلات العمومية وتذكير بدوري الوكالة الحضرية والانخراطها الفعلي في مواكبة إنجاز مختلف الأوراش التنموية وفي مراحل إعداد مشروعي التصميم الجهوي لإعداد التراب ودراسة تصاميم المشاريع إلى جانب مساهمتها في إنجاز عدد من الدراسات الهامة بالتنسيق مع المصالح الأخرى ففي الواقع كما يعلم الجميع أن الجهة الوضع بداخله تتعرف واحدة دينامية كبيرة تنموية في مختلف المجالات وبالطبع الحال أن هذه الدينامية يخصى يكون هنا في واحد تأطير واحد توجيه وكذلك وهذه مسألة مهمة جدا يعني تضاف الجهود لجميع المنتدخلين بمعنى بما فيهم سلطة المحليان المنتخبين المصارح الخارجية لكل مدعو لتضاف الجهود ومواكبة ودعم الواقع الحضرية لهذه الجهة من أجل تحقيق وإنجاح المشاريع التنمية والمواكبة ديالها فبالتالي كان هذا هو المطلب بالنسبة للوزراء دائما في المجلس الإدارية أنه ضرورة دعم الوكالة الحضرية ومسانداتها من طرف جميع القوى التي هي داخل الجهة من أجل أنها تحقق البرامج ديالها التي هي درجة أولى مواكبة المشاريع التنمية والمساهمة بتخطيط الحضرية والعمراني بالجهة خلال هذه الدورة دائما تم التأكيد على ضرورة مواكبة الدينامية الاستراتيجية وخلق فرص شغل مع جعل المواطن في صلب العملية التنموية قصد الرقي بمستوى الخدمات الأساسية وضمان جودة العيش الكريم في بيئة سليمة وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسجيع الاستثمار والرفع من جاذبية مجالات الاستقبال أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية للداخل وادي الذهب صدقوا خلال هذا المجلس على عدد من التوصيات التي من شأنها الرفع من هذه الخدمات المقدمة تنموياً وبإقليم سيد إفني أعطيت الانطلاق لإنجاز أشغال الطريق المدارية بالمدينة ورش طرقي ينتظر أن يكون له الوقع التنموية الإيجابية على مسار التطور والنمائي بالإقليم حافظ محضار عياد سرتي ومحمود طويف عمل إقليم سيد إفني بمعية وفد الرسم يعطي الانطلاق هنا لأشغال الطريق المدارية مشروع يمتد على طول 4.5 كم ينزل اتفاقية للشراكة بين عديد المتدخلين التنمويين عبأوا اعتمادات مالية قدرها 15 مليون درهم لإنجاز هذا الورش الطرقي مشروع توسيع وبناء طريق المدارية تجمع مدخل مدينة من اتجاه قلمين وكذلك اتجاه الميناء والشاطئ الأبيض هذا طريق المدارية اللي المجلس الإقليمي داخل فيها الشريك مع المديرة العامة لجماعات المحلية وزارة الجهيز والماء وكذلك الجماعات الترابية لستيفني هذا طريق ستساهم في السير والجلولان وكذلك ستكون حماية المدينة من الفيضانات إنجاز هذه الطريقة المدارية حددت لها مدة زمنية قدرها أربعة أشهر حيث ستمكن من خلق مختصر طرقي بين الطريقة الإقليمية رقم 19-01 والطريقة الوطنية رقم 21 وتحسين حركة السير وكذا الرفع من مؤشرات السلامة الطرقية داخل المدينة لتخافيك ترانزيطوار الإقليم سيدي إفني يتمثل بألفين عربة في اليوم منها 30% من العربات لتلوزن التقيل هذه العربة لتلوزن التقيل غالباً تكون موجة أساساً للميناء اللي سيحاولون في إطار تنظيم السير والجوالان تنظيمها عبر هذا الطريق المدارية والتالي التحديد والخف تخفيف من حوالي السير داخل المدينة ورش طرقي ينتظر أن يسهم في تنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم سير إفني والتعزيز من جاذبيته فضلاً عن دعم الأوراش والبرامج الإنمائية التي رأت النور بحاضرة أيت بعمران على امتداد السنوات الأخيرة نرحل إلى الجنوب الشرقي وتحديداً إلى مدينة سمارة حيث ترأس عامل الإقليم صباح اليوم بمقر عملة الإقليم اجتماعاً للجنة الإقليمية للتنمية البشرية أشغال الاجتماع تدرست في شأن البرنامج المتعدد وتفاصيل حوله في روبرتاج يوسد عواطي مبارك الباز ملفان أساسيان على جدول أعمال اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية انكب الأول على دراسة وتعديل البرنامج الإقليمي المتعدد السنوات برسم سنة 2022 في حين حدد الملف الثاني خطة العمل برسم نفس البرنامج عن سنة 2023 مداولات المجتمعين واصلت توجيه استثمارات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تدعيم القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم وتعزيز مرافق القرب لتحسين إطار عيش الساكنة المحلية المقترحات التي طرحت هي فعلا مقترحات إيجابية تلامس الأهداف الحقيقية لتنمية البشرية وبخاصة القطاعين الصحة والتعليم بخصوص قطاع الصحة فعلا تم برمجة مجموعة من البرامج التي تخدم صحة الأم الطفل ثم توفير المستلزمات الطبية والشبه الطبية التي تساعد على توفير الظروف الحقيقية للعامل والطبي قطاع الصحة وقطاع التعليم أعطاتوا اللجنة الإقليمية أولوية خاصة حيث جبر قطاع الصحة دعم تقريبا فيه 1.400.000 درهم التعليم الأولي 1.300.000 درهم أهمت بناء مجموعة من الأقسام في مجال أيضا اهتمام الرياضة المدرسية هناك ثلاث ملاعب رياضية ستشيد بالجماعة الترابية التابعة للإقليم مجموعة من المشاريع مهمة التي تتحرك عجلة التنمية بالإقليم والتي جاءت نتيجة الترافع لقدمة المنظومة المحلية حزمة أوراش ومشاريع نوعية ترعاها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جرت تأكيد هنا على مواصلة العمل لتجويد الخدمات وتحسين ولوج الفئات المستهدفة لعموم المرافق والخدمات نبقى بمدينة سمارة وتربويين هذه المرة حيث تتواصل اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا المتراشحين الأحرار والمتمدرسين هيئة لاستقبالهم مصالح القطاع الوصي ومراكز الجيازي الامتحان عودة معي سيد عواطيون بارك الباز لليوم الثالث على التوالي يلتحق المرشحات والمرشحون لاجتياز الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا برسم دورة يونيو 2022 ثانوية الامير مولي رشيد التأهلية واحدة من المراكز المخصصة لاستقبال أزيد من 1027 مترشحاً تشكل فئة الإنات بينهم أزيد من 51% من مجموع المقبلين على هذه المحطة الإشهادية استحقاقات وتضنية تتمثل في امتحانات الباكالوريا حيث كان مركز ثانوية الامير مولي رشيد مناسبة لاحتضان الثانية باكالوريا أداب أحرار وكذلك الأولى باكالوريا علوم والأولى باكالوريا أداب وقد جرت الحمد لله في أجواء اتسمت كلها بالمسؤولية والجدية الحمد لله باخير خطينا مادة الفرنسية باخير عن ناس فيها ساتين وكانت الامتحان في المتناول الجامع الحمد لله كانت الحراسة غادية جيدة مني جينا من دراسة زيما ما حسناش بوحد الارتباك كل شي حسنا بحالة فرد عادي والأساسة تبارك الله كانت في المتناول وكانت صعوباته ولكن الحمد لله كل شي دازم زي ولتتبع مختلف العمليات والتدابير الإدارية والتربوية ذات الصلة بالاستحقاقات الإشهادية أحدثت مصالح مديرية قطاع التربية والتعليم المركز الإقليمي للامتحانات هنا يجري تنصيق وتتبع السير العام لهذه الاختبارات الإشهادية لنبلغ تثبات الغياد بالامتحان هذا تثبات ما نثبته 33% في حين تنمارست حال 67-61 اليوم نحن بصدات تنظيم الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا الذي انتلقى يوم 15 يونيو وانتهي يوم الثامن عشر من اليونيو الجاري بلغ عدد المترشحين 1027 مترشحاً 527 مترشحاً لما نسبة تزيد عن 51% الميالينة تم تخصيص ثلاث مراكز استقبال هذه في أمنا المترشحين في أجواء عادية يجتاز المترشحون الأحرار والمتمدرسون الاختبارات الإشهادية بخمس مراكز منتشرة بنفوذ الإقليم من بينها مركز خاص بنزلاء المؤسسة السجنية اختبارات سمتها النظام ضماناً للاستحقاق وتكافؤ الفرص بدخلاً انطلقت عفواً فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان السينما الدولية المهرجان من تنظيم جمعيات التنشيط الثقافي والفن بالأقاليم الجنوبية تحت رعاية السمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه التظاهر الفنية تحتفي بالسينما الإفريقية من خلال المسابقة الرسمية للفيلم الطويل وحضور سينمائيين من 13 بلداً إفريقياً أولى أيام المهرجان الدولي للفيلم بالداخل وكتقليد سنوي انطلقت عروض الأفلام المشاركة في هذه الدورة التي تحمل موضوع السينما الإفريقية من خلال المسابقة الرسمية للفيلم الطويل حيث تتميز بحضور 13 بلداً وتتنافس سبعة أفلام طويلة لظفر بالشائزة الكبرى للداخلة اليوم انفتاحنا على إفريقيا كي يجي من ارتباطنا الثقافي والاجتماعي بهذه المنطقة اللي الداخل اليوم هي الوابط إفريقيا جنوب الصحراء كنتمنى على أنه نبقى دائماً من هذه المشعلة السلم والتسامح والتعايش وتكون السينما دائماً كتسهم في العطارها اليوم سعيدين أنه اليوم الداخلة تحتضن الفنانين المثقفين السينمائيين صناع الأفلام في إفريقيا وفي المغرب وخارج المغرب أن يكونوا حاضرين أم العقالي من الجنوب أيضاً يكونوا حاضرين خصوصيتنا الثقافية هي مصدر قوة في المجال السينمائي لدينا ثرات ثقافي عريق يميزنا عن سائر شعوب العالم إذا أخذنا مثلاً المغرب فهو بلد غني بثقافته المتعددة المشارب وهي مصدر قوة في المجال السينمائي يجب استغلالها لكي يتعرف العالم على هذه الثقافة الثقافة السينمائية تأتي في أولوية علاقة السينما بالناس لأنها تلعب دوراً مهماً في إيجاد ذائقة فنية عامة تجعل من فن الفيلم ليس فقط مشرد حاجة لتحقيق الإمتاع والتسلية بل مصدراً ثقافياً ومعرفياً ذات تأثير في تشكيل وعي الأفراد تجاه الكثير من الرؤى والمواقف والقضايا علاقة الثقافة بالسينما شكلت موضوع هذا اللقاء المفتوح خلال اليوم الأول للمهرجان السينما تهي تقافة وتقافة والتي تعمى في العلام وحنا دبا في المغرب عندنا واحد السينما اللي ماشي بقت غير نامية دبا وصلت لواحد النج وخاصنا في المستقبل يمكن هذه السينما دينات ولي بحال سافير دينا في العلام كامل باللغة دينا بالتورات دينا بالتقاليد وبسيناروات اللي يكونوا مجدرين في الثقافة المغربية وفي المشاكل المغربية دينا المجتمع حيث السينما في جميع العالم قد تطرق المشاكل دي اللي كتعيشها المجتمع في واحدة درفض الوقت يسعى المهرجان والدولي للفيلم بالداخل إلى تقريب السينما وثقافتها الصورة إلى ساكنة جهة الداخل ودية الذهب والتعريف بها وكذا فتح جسور ثقافية بين المغرب وعمقه الإفريقي من خلال التركيز على السينما الإفريقية الروبرتاج كان لبكر دليمي بكاميرا محمد يداس نبقى دايما بالداخل حيث نظمت جمعية خليج وادي الذهب لحماية الثروات الطبيعية والبيئية ندوى حول الماء بين الاستدامة وتحديات الاستثمار والنمو العمراني الندوى تم خلالها معالجة إشكالية الماء بجهة الداخل ودية الذهب والندوى عرفت أيضا تفاعلا كبيرا من طرف المجتمع المدني المشارك وفي ختم هذه الندوى تم عرف عدة توصيات للجهات المعنية الماء وتحديات الاستثمار هذا عنوان عريض جدا لا بد أولا أن نذكر أنه يتماشى وكان اختيار جد موفق يتماشى مع السياق الذي تعيشه الجهة سواء سياقها الطبيعي خاصة أن هذا الموسم هو موسم جفاف عاشتوا الجهة وعاشتوا المملكة أموما وأيضا في سياقها المعيشي اليومي اللي تعرفوا في الجهة أن هناك تكرار متداول للماء يعني انقطاع متداول للماء الانشغال بالقضايا المحيط هو سمى من سمات المواطنة الفاعلة ولذلك فالانشغال المواطنة والساكنة بالهم البيئي وأحد الموارد الأساسية موارد الماء هو انشغال منطقي وطبيعي يبرره المعيش اليومي وما تلمسه الساكنة سواء في معيشها العادي أو الساكنة المتخصص ذو النظراء التحليلية لما يعيشه مجال الماء من إشكالات العائلة من خراق الجماعي في إيجاد حلول الكفيلة باستدامة هذه التروى وهذا المورد الحيوي الأساسي في موضوع آخر نظم الفرع الإقليمي لجمعية تعاون المدرسي والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعيون نظم الملتقى الأول للمسرح المدرسي تحت شعار المسرح المدرسي دعامة أساسية لترسيخ قيم المواطنة في المتابعة سنة بن ناوي وصالح القيبي تعزيز روح الانتماء للوطن والهوي الوطني والاعتزاز بالموروث الثقافي الوطني وتشبث بالقيم والأخلاق والمبادئ الديني يوما إلى ذلك قيمنا تجسدت على ركح مسرح دار الشباب من خلال العروض المسرحي المشاركة في هذا الملتقى الأول للمسرح المدرسي والذي اختار كشعار المسرح المدرسي دعامة أساسية لترسيخ قيم المواطنة افتتاح المهرجان الإقليم الأول للمسرح المدرسي تحت شعار المسرح المدرسي دعامة أساسية لترسيخ قيم المواطنة الذي يأتي تفعيلا لمقتضايات القانون الإطار 51-17 خاصة في شقه العاشر المتعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية داخل المؤسسات العلمية هذا المهرجان الذي يعرف حضور 11 مؤسسة علمية من بينها قسم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ويشاركون بعرض مسرحي العشرة عروض الأخرى متفرقة ما بين اللغة العربية واللغة الفرنسية تتخلها طبعا مقاطع باللغة الأمازيغية واللهجة الحسانية كروافد أساسية لتقافة الوطنية المغربية فرصة أساسية أولا لإعطاء مساحة إضافية للمتعلمات المتعلمين بما يخلق دينامية ونفسان جديدة للحياة المدرسية على مستوى المؤسسات التعليمية بالإقليم عروض مسرحية من آداء أطفال المدارس بالمنطقة تميزت بالإبداع والتنوع وقدرة المشاركين على تقموس مختلف الشخصيات وإصال رسائل وقيم تدعو لتسلح بقيم المواطنة من خلال تمثيل وتسخير أبو الفنون للتعبير ونشر ثقافة المواطنة بين صفوف الناشئة إلى جانب مشاركة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أنا جد سعيدة حيث شاركت اليوم فرد الملتقى دي المسرح المدرسي برفقة تلميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وهناك نقول أن التلميذ ذوي الاحتياجات الخاصة يعني ماشي تلميذ أنهم نقصيهم من الحياة المدرسية نقصيهم من كل شيء النشاط اللي درنا اليوم أبان على أنهم كيواكبوا أن عندهم قدرات وعندهم ما يعطيوا إلى سميثهم إلى القول اللي يتبعهم ويدعمهم ويتفهم معهم وإذا كشير قدروا يمشوا بي صراحة أنا جد فخورة بنفسي وبكل زمالة الذين شاركوا معي صراحة لم نكن نعتقدوا أننا سنبدأ كل هذا ومن هذا المنبر أود أن أنسوا بهذا إلى مدرسينا الغاليين وأيضا إدارة المؤسسة وجميع من يشرفون على تفعيل الحياة المدرسية داخل جميع المدارس بالمغرب شكرا لكم جزيلا مرة أخرى ونتمنى أن نحوز على المراتب الأولى بإذن الله اليوم يسعدني المشاركة في الملتقى الأول للمسرح المدرسي والذي كان من أجل ترسيخ قيم المواطنة لدى التلاميذ المغاربة ومن أجل الوصول للهدف والذي هو احترامة المعلم لأن هذا الجيل أصبح مستهترا بطريقة أكبر ونريد أن يكون في مغربنا مكانة وتوقيرا للمعلم واحتراما له لكي نصبح من أمم القيادة والريادة إن شاء الله أريد أن أعرب على شكر الجزيل لكل من قاموا بتعطير هذه المسرحية التي نالت إعجابنا ونتمنى أن تنال إعجاب الجمهور أيضا الذين أخذنا من عندهم بعض التصفيقات والحمد لله أننا أوصلنا الرسالة والهدف وهو احترام والتوقير العالي للمعلم الذي قررنا في المستقبل وفي أجيال الغد أن يكون له مكان إبداع فني وعروض متنوعة بلغات مختلفة أظهرت مدى وعي وقدرة التلاميذ على التسلح بمكارم الأخلاق واحترام المدرس وقيم المواطنة وجعل المسرح المدرسي دعامة أساسية لترسيخ مختلف المبادئ والقيم فوفي المتعلمين ولأن وصلنا إلى الفقرة الخاصة بقراءة في جديد الصحو في تقرير لخديجة الرشيد لنتابع نستهل قراءتنا بجديد صحف الأسبوعية من صحفة الأسبوع الصحفي وكتبت قدم أحمد شوقي بن يوباء المندوبة الوزارية المكلف بحقوق الإنسان مضامين التقرير المتعلق بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية خلال اللقاء له بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء منوها بالعمل والأنشطة التي تقوم بها اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في الأقالم الجنوبية للمملكة والتي نالت إشادة من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكشف تقرير المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان الجهود التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية من خلال الرسائل التي وجهها إلى الآليات الأممية من المغرب ودوره من خلال تقارير الأمين العام فضلا عن الدور الذي اطلع به المجلس الوطني من خلال قرارات مجلس الأمن وأفاد ذات تقرير أن الأقاليم الجنوبية للمملكة على غرار باقي مناطق البلاد تستفيد من تدابير جريئة وملموسة في مجال حقوق الإنسان حيث يتم تعززها بشكل فعلي عبر تأمين آلية إقليمية في المنطقة لمؤسستي المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمين المظالم لمراقبة ومواكبة تعزز حقوق الإنسان فعليا ورصدها عن كثب على أرض الواقع والانسجام بشكل تام مع إطار عمل الجهوية المتقدمة في المغرب إلى جانب تعزز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفعاليته صحيفة الأيام كتبت في عددها الصادر هذا الأسبوع يبدو أن قصر المرادية لم يخرج بعد من حالة صدمة من الموقف الإسباني الجديد في قضية الصحراء حيث تطورت الأوضاع إلى محاولته ممارسة الرقابة على سياسة دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وانتقادها بشدة بسبب تبنيها موقفا سياسيا حول الصحراء شبيها بالذي اعتمدته دول أوروبية أخرى إلى جانب الولايات المتحدة آخر التطورات إعلان الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقع مع إسبانيا في مدريد بتاريخ 8 أكتوبر 2002 لكن دون أن يكون لذلك أي صدى في مدريد التي تتزم في سياستها بعدم المبالات بما يصدر عن سلطات الجزائر من أشكال الابتزاز اللافت للانتباه بالرجوع إلى نص معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمت بين مملكة إسبانيا والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المستوحات من معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين مملكة إسبانيا والمملكة المغربية نجد أنها لا تجتمل على أي بند في كلا المعاهدتين ينص على إجراء تعليق المعاهدة وبإرادة منفردة لطرف واحد وتنص المادة الخامسة عشر من المعاهدة المذكورة وفق الدبلوماسي المغربي جمال الدين مشبال في حديث له مع الأيام على ما يلي تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد شهر واحد من قيام الطرفين بإختار بعضهما البعض من خلال القنوات الدبلوماسية باستفاء المتطلبات المنصوص عليها في تشريعاتها الداخلية سحيفة لوتخوسونس والسونت الإلكترونية كتبت في آخر مستجدتها الإخبارية وصف وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مالاسكا اليوم الجمعة المغرب بالجار الاستراتيجي والموثوق به مؤكداً البعد الشامل للتعاون بين البلدين وأكد جراندي مالاسكا في تصريحات للصحفة عقب زيارة لورش بناء مجمع سيدم المقر الجديد لقيادة الحرس المدني في سرقستة أن المغرب جار استراتيجي وموثوق به بشكل تام ونتقاسم معه مصالح مشاركة وفي هذا السياق سجل الوزير الإسباني أن العلاقات مع المغرب مهمة وشاملة كونها تشمل مجالات مختلفة من قبيل الأمن والاقتصاد والثقافة وأكد أن التعاون الحالي بين البلدين يبعث على الرضا التام مسجلا أن تنظيم عملية مرحبة تشكل دليلا جيدا على هذا التنسيق الفعال بين البلدين وفي هذا الصدد رحب مالاسكا بنتائج اجتماع العمل الذي عقده يوم الأربعاء الماضي بمدريد مع نظيره المغربي عبدالوافي الفتيت وحسب بلاغ مشارك صدر عقب هذا الاجتماع استحضر الوزيران خلال هذا اللقاء الأهمية الاستراتيجية للعلاقات القائمة بين المملكتين والتي تنهل من روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين الملك محمد السادس والملك فليبي السادس وأشهد الوزيران في هذا السياق بالتعاون النموذجي بين مصالح وزارتي الداخلية بالبلدين والذي يأتي تكريسا للدينامية الجديدة وغير المسبوقة للعلاقات بين المغربي وإسبانيا القائمة على الشفافية والاحترام والثقة المتبدلة والتعاون الصريح والوثيق والتشاوري الدائم سحيفة بلنامان كومالإلكترونيا كتبت في آخر مسجدتها الإخبارية جددت بوركينا فاسو أمام لجنة الأمم المتحدة الرابعة والعشرين التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي لنزاع حول الصحراء مشيدة بجهود المملكة الجدة وذات المستاقية لحل هذه القضية وأكد السفير الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة في كلمة له خلال الاجتماع السنوي للجنة الرابعة والعشرين أن بلاده تدعم العملية السياسية الجارية التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي ومستدام وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي وفقا للتوصيات التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن 2007 وأشاد في هذا السدد بالجولة الأولى التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستيفن ديمستورا في المنطقة في يناير الماضي وفي سياق تسليط الضوء على التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه خلال جلستي الموائد المستديرة التي انعقدت في جونيف بين الجزائر والمغرب وموريتانيا والبوليساريو أعربت ديبلوماسي البوركينابي عن دعم بلاده لجهود ديمستورا لاستئناف هذه العملية من حيث توقف سلفه مع نفس المشاركين وبنفس السغة تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2602 انتقال العفو اللي تعالى المرحوم سلك المطوي للبشير والرمضان عن عمر يناهز 52 سنة الفقيد ينتمي لقابلاتي تلحسان أي تيحية تغمض الله الفقيد بواسع رحمته وسكنه فسيح جناته وألم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه رجعون والآن نبقى مع توقعات الجوية المنتظرة لـ 24 ساعة قادمة بحول الله حيث من المنتظر أن يظل التقص حارا نسبيا إلى حار مع تجليل هباس ريح قوية شيئا ما بالمنطقة الجنوبية فيما يخص درجات الحالة ستصل إلى 28 درجة بالرباط 27 درجة بي سي دي فني 38 درجة بي قليمي 44 درجة بأسة وزاك 24 درجة بطرفاية 33 درجة بالعيون 39 درجة بسمارة 37 درجة ببقراء و 26 درجة ببجدور كما ستصل درجات الحرارة إلى 43 درجة بقلتزمور و مدريقة 26 درجة بالداخل 41 درجة بأوسرد و 30 درجة بالقويرة حالة البحر بالواجئة الأطلسية سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج شمال الجرف وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب شرق الشمس بحول الله سيكون على الساعة السابعة صباحا و دقيقتين و غروب على الساعة ثامينة مساء و 45 دقيقة درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلدنا ستصل إلى 40 درجة بكل من وذيب و توداني 37 درجة بنواكشو 39 درجة بأطار 30 درجة بكي هيدي 41 درجة بالرابوني 39 درجة بزويرات و 41 درجة بتندو وقبل الختام نبقى مع تذكير بالعنوين بجونيفيا تواصل التنديد بالانتهاكات الجنسية المرتكبة من طرف البوليساريو في حق ساكنة مخيمات تندو ووزير الصحة والحماية الاجتماعية يعطي انطلاقة خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات بيغليمين وانطلاق فعليات الدورة العاشرة لمرجان الداخل السينمائي الدولي المنظم بالداخل وتابعنا في النشرة أيضا من العيون فعاليات الملتقد الأول للمسرح المدرسي نهاية أذي النشرة شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة